دعونا نستعرض بعض من ما كنا تعلمناه منذ الكثير من الفيديوهات حول الطاقة الجاذبية الكامنة ولنرى إذا كنا نستطيع رسم التشابه الجزئي الذي هو في الحقيقة قوي جداً مع الطاقة الكهربائية الكامنة ماذا نعرف عن طاقة الجاذبية الكامنة؟ قلنا أن هذا سطح الأرض لا داعي لأن تكون الأرض لكن هذا يجعل التصور أسهل يمكن أن يكون في أي مكان فيه جاذبية وطاقة الكامنة موجودة بسبب حقل الجاذبية لهذه الكتلة المعينة لنفرض أن هذا سطح الأرض فإذا كان هناك كتلة معينة M هنا كتلة M ومجال الجاذبية في هذه المنطقة أو تسارع الجاذبية هو 9.8 متر لكل ثانية تربيع وH إننا يمكن أن نقول أنها بالمتر لكننا يمكن أن نستخدم أي وحدة لنقول أنها H بالمتر بعيدة عن الأرض وطاقة الجاذبية الكامنة لهذا الجسم عند هذه النقطة تساوي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية الأرضية ضرب الارتفاع أو يمكن القول أنها قوة الجاذبية قوة الجاذبية مقدار قوة الجاذبية وهي متجه ويمكن القول أنها مقدار المتجه ضرب الارتفاع وما هي الطاقة الكامنة كل من عرفه إذا كان شيء لديه طاقة كامنة وإذا لم يكن هناك شيء يوقفه فإن الطاقة الجاذبية سوف تجعل الجسم يتسارع للأسفل ومعظم طاقة الطاقة الكامنة أو كلها في النهاية ستتحول إلى طاقة حركية إذن طاقة الطاقة الكامنة هي الطاقة التي يخزنها الجسم بسبب وضعيته أو هي نوع من الطاقة النظرية التي يمتلكها الجسم حتى يحصل الجسم على هذه الطاقة النظرية جزء من الطاقة يجب أن يوضع فيه وكما تعلمنا في طاقة الجاذبية الكامنة يمكن التعبير عن الطاقة الكامنة للجاذبية بشغل لازم لتحريك الجسم من مكانه الآن إذا كنا نتحدث عن شغل لتحريك الجسم إلى وضع جديد أو إلى أي مكان يجب التفكير تحريكه من أين عند التحدث عن طاقة الجاذبية الكامنة فإننا نتحدث عن تحريكه عن سطح الأرض جيد إذن ما هو شغل لتحريك هذه لتحريك هذه الكتلة لنقول أنها هنا في البداية ولتحريكها من ارتفاع 0 إلى ارتفاع H طوال الوقت الأرض أو قوة الجاذبية ستكون F إذن إذا كنت أصحبه للأسفل أو أقذفه للأعلى سيكون هناك سرعة ثابتة سوف يكون لدينا قوة مساوية ومعاكسة لوزن الجسم ولسحبه ولسحبه للأسفل يجب أن أفضل جهد قليلا لتحريكه أي ليتسارع أكثر ومرة أخرى يجب وضع الشغل باتجاه القوة في الأعلى والتي تساوي القوة في الأسفل للإجاربية وسأقوم بهذه عند مسافة مقدارها H ما هو الشغل؟ الشغل هو القوة ضرب المسافة القوة ضرب المسافة ويجب أن تكون القوة في اتجاه المسافة إذن ما هو الشغل اللازم لوضع الكتلة هنا؟ حسناً الشغل يساوي قوة الجاذبية ضرب الارتفاع قوة الجاذبية ضرب الارتفاع إذن يساوي قوة الجاذبية الأرضية وهذا بثير للإهتمام لاحظ أننا اخترنا نقطة مرجعية هي سطح الأرض لكن من الممكن اختيار أي نقطة بشكل اعتباطي يمكن القول 10 متر تحت سطح الأرض التي ممكن أن تكون هنا أو يمكن القول من منصة وهي 5 متر اتفاعه 5 متر فوق سطح الأرض وفي النهاية تبين لنا أن الطاقة الكامنة بأي شكل كانت كهربائية أم لا دائماً هناك نقطة مرجعية لها إذن التغير في الطاقة الكامنة هو المهم وأعلم عندما بدأنا الحديث عن الطاقة الكامنة بدأنا كأنه هناك طاقة مجرد كامنة وهذا لأننا دائماً نفترض أن طاقة الكامنة هي صفر على سطح الأرض لأننا نريد طاقة الكامنة بالمقارنة مع سطح الأرض فكأننا نقول كم الشغل المبدول لإيصال جسم من سطح الأرض إلى ارتفاع معين يجب أن نقول أن الطاقة الكامنة للجاذبية ولا يجب أن نقول تعرف هذه هي مجرد طاقات الجاذبية الأرضية يجب أن نقول هذه طاقات الجاذبية الكامنة متناسبة مع سطح الأرض وتساوي الشغل وتساوي الشغل اللازم لتحريك الجسم من مكان لآخر من مكان لآخر من سطح الأرض إلى الوضع الحالي يمكن تعرفه بشكل آخر يمكن أن لا يكون مستخدم يمكن القول طاقة الجاذبية الكامنة طاقة الجاذبية الكامنة نسبة إلى سالب 5 متر أسفل سطح الأرض وهذا هو الشغل اللازم لنقل الجسم من سالب 5 متر إلى الوضع الحالي بالطبع يمكن عمل حفرة ونرى ما هي الطاقة الحركية هنا والطاقة الكامنة هي ما يهمنا أردت أن أعمل هذه المقدمة عن الطاقة الكامنة لأنه هذا مدخل إلى الطاقة الكهربائية حيث كل شيء أسهل لأنك عند الطاقة الكامنة والطاقة الكهربائية تقريبا نفس الشيء فقط مصدر المجال ومصدر الجهد هو شيء مختلف حسنا إذن الطاقة الكامنة نعلم أن مجال الجاذبية ليس ثابت يمكن إفتراضه ثابت عند سطح الأرض وكل هذا ونعلم أيضا أن المجال الكهربائي ليس ثابت أيضا إذن لهم نفس الصيغ وللتبسيط في تفسيره لنفرد مجال كهربائي ثابت وإذا لم تصدقني شاهد الفيديوهات المتعلقة بالتفاضل والتكامل التي تظهر أن المجال الكهربائي المنتظم المجال الكهربائي المنتظم يولد عن طريق مستوى لا نهائي من الشحنات الموحدة لنفرض أن هذا جاذب من مستوى لا نهائي من الشحنات الموحدة الشحنات الموحدة ودعونا نقول أنه مشحون بشحنات موجبة إذن مشحون بشحنات موجبة بالطبع لا يمكن أن تحصل على عرض مناسب إذن إنه لا نهائي بكل الاتجاهات لكن لنفرض هذا مشهد عرضي أولا لنفكر في المجال الكهربائي المجال الكهربائي سيشير للأعلى أنت تعرف أنه يشير للأعلى وهذا متعارف عليه ماذا تفعل شحنات الموجبة في المجال؟ إذا كانت هذه أصافحة موجبة فإن شحنات ستتسرب أو تفلت منها إذن نعلم أن المجال الكهربائي سيشير للأعلى فإذا كانت هذه متجهات للمجال ستكون بنفس الحجم بغض النظر عن بعدها عن المجال سأختار رقم ليعبر عن قوة المجال لقد أظهرت حقا في الفيديوهات التي عملتها سابقا أن الحق الكهربائي الموحد اللانهائي المشحون بشكل موحد أثبتنا حقا كيف يمكن حساب ذلك لنفرض أن المجال الكهربائي هنا هو 5 يساوي 5 يساوي 5 نيوتن لكل كولوم هذا نوعا ما قوي لكن يسهل الحسابات سؤالي كم أشغل المراد ليجعل المراد ليجعل الشحنات الموجبة لنختار اللون آخر حسنا لنقول هذه نقطة البداية إنها موجبة وهي 2 كولوم تساوي 2 كولوم مرة أخرى هذه نقطة ضخمة للشحنات لكن نتعلم نريد أرقام سهلة كم أشغل المراد لتحريك هذه الشحنة التي مقدارها 2 كولوم كم الشغل اللازم لمسافة مقدارها 3 متر بعيدا عن هذا المجال كم هو الشغل إذن سنبدأ من هنا ومن ثم سنحركه للأسفل باتجاه الصفيحة 3 متر وهذا الوضع النهائي سيكون هنا هذا هو بعد كل شيء كم هو الشغل المبذول حسنا ما هي القوة للمجال هنا ما هي القوة المبذولة عند شحنة 2 كولوم المجال كهربائي هو القوة لكل شحنة أليس كذلك؟ وإذا أردنا معرفة القوة للمجال عند هذه النقطة لنرسم هذا بلون مختلف إذن القوة الموجودة القوة الموجودة في المجال أو عمليا قوة المجال ستكون 5 نيوتن لكل كولوم ضرب 2 كولوم ضرب 2 كولوم وهذا يساوي 10 نيوتن ونعلم أنها ستكون للأعلى لأنها شحنات موجبة وهذه صفيحة مشحونة موجبة لا نهائية إذن القوة هي 10 نيوتن للأعلى إذن لكي نحسب هذه الشحنة لكي نحسب هذه الشحنة أو ندفعها للأسفل يجب علينا بذل قوة مقدرها 10 نيوتن للأسفل صحيح يجب بذل 10 نيوتن للأسفل في اتجاه الحركة وكما فعلنا مع الجاذبية وكما فعلنا مع الجاذبية يمكن أن يكون أكثر بقليلا لتتسارع ليكون لديك قوة متسارعة للأسفل وعند فعل هذا يجب أن توازن بين القوة في الأعلى والقوة في الأسفل إذن لدينا قوة مقدرها 10 نيوتن وطبقت هذه القوة لمسافة مقدرها 3 متر الشغل المبدوء لتحريك هذه الشحنة شحنة 2 كولوم من هنا إلى هنا سيساوي 10 سيساوي 10 10 نيوتن هذه القوة ضرب 3 متر إذن الشغل سيساوي 30 نيوتن 30 نيوتن متر وهذا يساوي 30 جول الجول هو نيوتن في متر الآن يمكن القول بما أننا بذلنا 30 جول كطاقة لتحريك الشحنة من هنا إلى هنا ومن ثم هذا المجال الكهربائي المنتظم الطاقة الكامنة للشحنة هنا الطاقة الكامنة للشحنة هنا مقارنة بالشحنة الموجودة هنا يجب أن تختار نقطة متناسبة مع مكان مع مكان الطاقة الكامنة إذن الطاقة الكهربائية الكامنة هنا نسبة إلى الطاقة هنا الطاقة الكامنة الطاقة الكامنة يمكن القول هذه طاقة بي اثنان نسبة إلى بي واحد ويمكننا القول أن هذه طاقة كهربائية وتساوي 30 جول تساوي 30 جول وكيف يفيدون هذا؟ إذا عرفنا أيضاً الكتلة لنفرد أن هذه الشحنة لديها كتلة نعلم إذا تركنا هذا الجسم هنا إذا تركنا هذا الجسم هنا في الوقت الذي يصل فيه هنا 30 جول مع افتراض عدم انتقال الحرارة أو وجود مقاومة أو أي نكان ونحن نعلم أن كل شيء هو طاقة حركية عند هذه النقطة حسناً يمكن حل هذا لنفرض أن كتلة الجسم هنا هي واحد كيلوغرام واحد كيلوغرام كتلة الجسم سنتركه لينطلق ليس كذلك نستخدم كوة معينة لسحبه للأسفل ثم نتركه لذا نعلم أن المجال الكهربائي سيتسارع للأعلى ليس كذلك سيبذل قوة مقدارها 5 نيوتن للأعلى لكل كولوم يتابع التسارع حتى يصل إلى هذه النقطة صحيح؟ ما هي السرعة عند هذه النقطة؟ حسناً كل هذه الطاقة الكهربائية الكامنة ستتحول لطاقة حركية إذن لدينا 30 جول وستساوي 30 جول وستساوي نصف الكتلة ضرب السرعة تربيع ونعلم الكتلة هي واحد إذن لدينا 60 تساوي V إذن السرعة هي الجذر التربيعي لستون الجذر التربيعي لستون إذن هي سبعة وكسور متر لكل ثانية إذن إذا سحبت هذا الجسم للأسفل ولديه كتلة مقدارها واحد كيلوغرام ومن ثم تركته سيتسارع سيتسارع لقد استغرقت وقتاً طويلاً في هذا الفيديو لذلك سأواصل في الفيديو التالي أمل أنك كونت فكرة ما هي الطاقة الكهربائية الكامنة وهي ليست مختلفة عن طاقة الجاذبية الكامنة لكن مصدر المجال مختلف أراكم قريباً ترجمة نانسي قنقر